استمرارا لسياسة دول الاتحاد الأوروبي في معاقبة عائلة الأسد والتضييق عليهم اقتصاديا بدأت السلطات القانونية في بريطانيا بإجراءات تسعى من خلالها لمصادرة أموال تملكها أنيسة آصف شوكت حفيدة حافظ الأسد بحسب ما كشفت صحيفة Evening Standard البريطانية 25 ألف جنيه استرليني هو المبلغ الذي جمدته السلطات البريطانية لأنيسة شوكت ريثما يتم إصدار أمر قضائي يتيح مصادرة تلك الأموال وفق ذات الصحيفة التي بدأت مقالها بعنوان تجمد أموال عائلة الأسد بعد العثور على ابنة أخت الدكتاتور أنيسة شوكت هي ابنة ضابط المخابرات آصف شوكت زوج بشرة حافظ الأسد وتعتبر من الدائرة المشمولة بالعقوبات الأوروبية الأمر الذي أثار استنكار الصحيفة حول وصول قريبة بشار الأسد إلى لندن وحصولها على تأشيرة دخول والدراسة كل هذه السنوات إلا أن قضية أنيسة لم تكن الوحيدة التي أثيرت ضد آل الأسد في أوروبا فقد كشفت وكالة الأنباء الفرنسية قبل أيام أن فرنسا بصدد محاكمة رفعة الأسد عم رأس النظام بشار الأسد بتهم تتعلق بالاحتيال والكسب غير المشروع وامتلاك عقارات تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو وذلك على خلفية تحقيقات أثارتها مجموعتان مناهضتان للفساد هما الشيربا والشفافية الدولية في عام 2014 الإجراءات ضد أفراد عائلة الأسد في أوروبا قد تصنع تأثيرا في الدائرة المحيطة بالنظام لكن التساؤل يكمن حول تأثيرها على شخص بشار الأسد بوصفه رأسا للنظام في سوريا